من أجل رد الاعتبار لقطع فنية متوجة بالجائزة الوطنية للصناعة تم تدشين رواق خاص بالوكالة الوطنية للحرف التقليدية ليكون متحفا شاهدا على أصالة التراث الجزائري هذا يعد متحف ورد الاعتبار لكل الحرفيين الفنانين كما قلنا سابقا هذا الحرفيين الذين يحافظون على الأصالة الوطنية على الموروث التاريخي والذين نعتبرهم بما أننا في شهر نوفمبر نعتبرهم هم كذلك مجاهدين للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الجزائري من الاندثار وحتى من الصطو من طرف من لا موروث له تثمين المنتجات التقليدية التي تعكس صورة الثقافة الجزائرية في مختلف المجالات يستلزم الدعم والترويج للحرفيين الذين تفننوا في تصميم التحف الفنية الحمد لله الدولة عملتنا ميزانية لكن نتمناوا أنهم يعاونونا كحرفيين خطر مرآة الجزائر من الناحية الثقافية ومدى بينا يعملون معارض مثلا في الجزائر يعني يكتروننا في المعارض هنا وفي الخارج إن شاء الله مرافقة الحرفيين عبر التكوين في اختصاصات مختلفة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم هو ما يبحث عنه الحرفي وتسعى لتحقيقه الوزارة الوصية نشتغل على تكوين ورفع من قدرات الحرفيين للولوج إلى الأسواق الدولية والاكتساب المعايير الوطنية والدولية إذا تحدثنا على مجال التسويق فقطاء السياحة والصناعة التقليدية يشتغل كذلك على فتح فضاءات للحرفيين لترويج تسويق منتجاتهم وكذلك المرافقة في التسويق الإلكتروني كذلك للمنتجات الصناعة التقليدية اليوم الوطني للحرفي هو فرصة لعرض ما تبدع أنام الجزائرية في تصميمه للتعريف بالتراث الذي يسخر بصناعات حرفية تعكس مدى أصالة التراث الثقافي الجزائري